موسيقى تحية طيبة مشاهدين الكرام وأهلا وسلام بكم في حلقة شديدة من برنامج فضاءات الدراما هي قوة ثقافية في المجتمع لا يستهان بها بسبب انتشارها وقدرتها على تخطي الحواجز ووصولها للمشاهد فهي تساهم في عملية بناء قيم الإنسان بشرط أن تشمل مضمونا جيدا وهادفا يعكس واقع القضايا والمشكلات في المجتمع في حلقتنا اليوم من برنامج فضاءات نحاول أن نقف على واقع الدراما المحلية والتحديات التي تواجهها التفاصيل في هذا التقرير موسيقى صاحبة الدراما نشأة الدولة الموريتانية واقتصرت في بدايتها على فرق مسرحية تقدم عروضا للتسلية والنقد الاجتماعي وقد لاقت هذه المسرحيات رواجا كبيرا بين الجمهور أنذاك وكان يحضرها كبار مسؤولي الدولة وشهدت الدراما عبر تاريخها فترات من الركود والانتعاش من حين لآخر ومن الملاحظ اليوم أن الدراما الموريتانية تشهد تطورا ملحوظا ظهر من خلال أعمال فنية متعددة مسرحيات ومسلسلات وسكتشات وغيرها إلا أنها لا تزال أيضا تواجه بعض الصعوبات مثل ضعف التكوين وقلة الدعم موسيقى إشكاليات عدة لا زالت تواجه الدراما بالرقم من تطورها في السنوات الأخيرة حيث أصبحت تجسد الواقع وتسعى للتقرير التفاصيل في هذا اللقاء مع الممثل الكبير بونا ولمويدا موسيقى مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم الجديد في هذه الفقرة من برنامج فضاءات ضيفنا في هذه الفقرة هو الممثل الكبير بونا ولمويدا مرحبا بيك معنا ممثل الكبير مرحبا على سعيدين لعنك تتواجه معنا اليوم لعنك فالسعادة الفنان الكبير بونا ولمويدا أختينا نتسولك عن واقع الدراما اليوم الدراما التلفزيوني الوطني أولا شكرا لكم في قناة ثقافية واجهتنا على العالم الآخر والحقيقة الحديثة عن واقع الدراما في مريتانيا يتطلب المرور بمجموعة من المستويات مستوى أول يتعلق بمهنة التمثيل التي هي أساس فن وصناعة دراما بالصفة عامة الواقع أن في بلد لا توجد فيه معاهد متخصصة تقدم ممثلين محترفين كل الموجود من المشتغلين في مجال فن التمثيل لا من رحم ربك وقليل ماهم هم هوات لكنهم مع مرور الوقت راكموا تجارب بات أصحابها أقرب للاحتراف منه إلى أي شيء آخر هذا في المستوى الأول مستوى التمثيل المستوى الثاني يتعلق بالجهات الرسمية الواقع أن فن الدراما في موريتانيا فن جديد هناك مجموعات شبابية تمتهن هذه الصناعات يعني الصناعة الدرامية قدمت تجارب محترمة يشار إليها يتابعها الموريتانيون بكثير من الاهتمام أكدت أن الموريتانيين قادرين على تقديم دراما تلفزيونية تمثلهم وتحكي واقعهم وتقدم صورتهم وتدافع عن أهم قضاياهم ما ينقص الحقيقة الصناعة الدرامية في هذه الأرض هو أولا وجود معاهد تقدم الموثلين بالإضافة إلى وجود دعم يعني يجعل هذه الصناعات الدرامية الصناعات متطورة الصناعات يعول عليها ونعتقد نحن كفاعين الفقافيين أن في المستقبل القريب مع وجود الدعم على أن الصناعات الدرامية حقيقة عندها مستقبل كبير لأن واقع عدد المشاهدات وعدد اهتمام الموريتانيين بهذه الدراما التي تقدم بإضافة أيضا لدول المجاورة والصديقة والناطقين باللهجة الحسانية بصفة عامة هذه الدراما مهمة عندهم وبالتالي نحن نعتقد أن التغيير لا يمكن أن يمر إلى من خلال الدراما وأن دعم الدراما يعني تقديم موريتانيا لصورة ناصئة عنها تراجع الدراما سببه مجموعة من الأمور قلت عنها ما تضاع اللوم على الجهة واحدة للمثة الإنتاج البيئة هو حقيقة مشاكل الدراما بالصفة عامة في موريتان نحن كاملين شركاء فيها نحن نقول شركاء ما نقدر نقوله لأن الجهات الرسمية عنها متقاعسة عن تقديم الدعم لكن نعتقد أن نحن كفاعين الثقافيين ونقولها عليا أن الدعم يكاد يغيب بشكل كبير ذم دعم لكنه ما يزال دعما خجولا لا يمكن أن نبت أن نعول على هذا الدعم في تقديم مادة درامية محترمة نعتقد كفاعين الثقافيين عن هذا الدعم بالتأكيد له قيمته وانعكاساته من التجارب التي عادلت في السابق أغلبها كانت بدعم من الجهات المعنية خاصة وزارة الثقافة السنوات الأخيرة فهم لاحل قاعد جمهولا حلمشاهد عن التفاة للدراما وبدأت مساعدات صحيح تقعد ما يبين مستوى للدول أنتم مطبع صحيح الحقيقة الموريتانيين كانوا يغلب على المادة المقدمة لهم مادة الكوميدية وتجارب الكوميدية الكثيرة لكنهم في مرحلة معينة والله نقع كفاعين الثقافيين هم اللي قبضنا القرار بأن نقدموا دراما موريتانية وظاهرنا للمجتمع مجتمع مستهلك للمادة الدرامية وأن الصناعات الدرامية اليوم في العالم كامل يعولوا عليها في التغيير وإحنا مجتمع ما يزال عنده ياسم المشاكل ولا يمكن علاجه هذه المشاكل إلا من خلال دراما لذلك ما نقايل عن جهات رسمية محمد المسؤولية نحن مولي كفاعين الثقافيين نتحملوا جزء من هذه المسؤولية لأن حقيقة اللي من نشتغل على راسه يدور يطور مهنته يدور يطور موهبته واللي من نسعى أيضا لوجود شراكات يمكن أن تؤسس للصناعة الدرامية هذا حقيقة من الأمور اللي يارتنا نحن كفاعين الثقافيين نشتغل عليه نبحثوا عن شركاء يقدوا يمولوا ما يعود التمويل مرتبط للجهات الحكومية فقط فم تشابه في المحتوى حتى الكوميدي تشابه والدراما مولي تلفزيوني اللي جهد هادي فم فيها تشابه اسباب التشابه والمحتوى ما نقايل عبارة تشابه ببعض غير نقول على أنه في الأساس يمكن فسر حقيقة اللي يداولوا لبعض نقوله طب أعلن نحن الصناعة الدرامية عندنا ما زالت في بداياتها طبيعي أن يعود في هذا النوع من المشاكل وطبيعي أن تتفطر الناس اللي ياسم المشاكل فيها لغير مع مرور الوقت مع تطوير نحن المواهبنا مع تأسيس ذا اللي قال التقاليد هي الأمر في العالم كامل لا تتطوروا إلا بوجود تقاليد فنية محترمة وجود هذه التقاليد الفنية وجود التراكمية وجود التجربة وجود أكثر من تجربة ذا هو اللي حقيقة يقد يعد عليه بناء يقدم مادة ما تخلي كنتم تطرحوا ذا السؤال عن ثم تشابه والله عن المحتوى يقلوا شيء نحن اللي نتلاوه نعدو مشاكلنا ما أن نحن نعجل لحدينا عن روصنا ياسر سواء ذا اللي منها متعلق بكتابة النص وسواء متعلق بحرفة الإخراج وسواء ذا المتعلق بالصوت وذا المتعلق بالظو نحن مدى مزاق كامل المنتج كامل اللي نقدم ونعرفه نحن مقررين بها أنه عنده مشاكل كثيرة جدا يقير ملي ما نقابل على أن نحمل مسؤولية أنه ما نقابل على تقديم الصناعة نحن قادرنا على تقديم هذه الصناعة لكن نعتقد أنه آن الأوال الدولة المريتانية أنها تستثمر في هذا المجال شبابنا اليوم لا يمكن أن نربيه وأطفالنا لا يمكن أن نربيهم بدراما دول أخرى لا تمتلك ثقافتنا ولا تتسق معنا التقاليد معينة بالتالي بناء الإنسان المريتاني يمر حتما عن طريق الدراما لذلك نعول على السياسات الثقافية لهذا البلد نعول على القيمين على شئنا الثقافي ونعول أيضا على التلفزيونات سواء التلفزيونات الكيف المريتانية وغيرها والتلفزيونات أيضا الموسات الخاصة هذا يعول عليهم الحقيقة وفدعم وفتبني تجاربنا ونعرفون مع مرور الوقت يدور شاء الله يتعدل هل الدراما اليوم شاستتواقع الأسرة المريتانية؟ بالتأكيد لذلك منين خرصوا الشخصيات يعني نعود أمين معاكم منين خرصوا الشخصيات اللي قدمت في المسلسلات اللي قدمناها في السابق يكادوا واحدين يحلفوا بغليظ الأيمان وقويهم شافوا أرواقش يعرفوهم شافوا تجارب يعرفوها شافوا شخصيات يعرفوها من اللي حقيقة نستهلكوا المادة اللي عندنا نستهلكوا المشاكل اللي عندنا نستهلكوا واقعنا ونقدموهم في صورة درامية يمكن بيّنوا شاسع الفرق بين الشخصية السوية المحترمة المضبوطة وبين الشخصية اللي سيئة ما نزاد قاية سيئة اللي منعها يا قيادة تعدى التصرفات قد في المستقبل تسقملها وتقبع طريق صالحة لذلك نقدموهوكو النموذجين نموذج الناس اللي سيئة ونموذج الناس الصالحة ونؤكدوه على أنه في التطهير في نهاية العمل على أنه المعيار أنه السقم وضبطة وشي على طريق رقم جهودكم كاملة فهم بزارة الناس عندهم نظرات عن الدراما في المجتمع الموريتاني عنها ما هي توعية ولا هي تنوير أنها لا الفن من أجل الفن ما هو ما قلت عن الفن لأجل المجتمع نحن الناس حقيقة نتبعوا لذلك يقولوا لا ينفتروا من الموريتانيين يواجع السواد الساحق منهم ذا اللي يهتب به النقد دون تقديم الحلول أنا ظاهر لأنه حد ماذا متذوق لهم؟ هم العكس لا متذوقين وضائقتهم محترمة والإنسان الموريتاني ما يمشك فيهم نحن نشوفوا تعليقاتهم تكادوا تكونوا مسلسلة موازية المسلسلة نعدلوا نحن يقولوا يكتشفوا أشياء نحن لم يكتشفها يقدموا ملاحظات نحن قال ذات تعلينا الإنسان الموريتاني والمتابع الموريتاني عينوا بصيرة ولا يفوتوا شيء قائلين أنا أتوب أعلنوا مالي يالتهم نحن هذا في الظروف التي نعيشها يتفهموا هما وأعلنهم لمن النقد زين أنا قال ما يضدوا ولا أصادر آراءهم ولا حقهم في التعبير عما يرونه مناسبا يقول مالي بالمقابل مقدم لهم مقترح عنهم بدل من يوحلوا حتى في النقد النقد يقدمون بداية يقولون يالتكم تعدلوا ما وكذا ولا يوحلون اللهم أنتهم أدلتوا خالقين وخالقين وخالقين وبدل من تكشار وحتى ومن تدخال في الأصباح يعطوني بديل يقولون رانكم عنكم أن تشتقلوا على جانب الصوت يطور عملك أنا قايلة أن المجتمع الموريتاني العكس عار في السنوات الأخيرة حصوصا في رمضان الأخير بدء اتفات غير عادي للدرامة الموريتانية فهمها المستسلات الأخيرة وطبعا هم أدواركم كامل قطعتكم زيني يا قير المستسلات الأخيرة خصوصا دورك في ناصر الجبار صدامة ومعقول أنك عادت الناس يقول لك ناصر بعد تواصل اجتماعي كل واحد يشبهك شخصية محددة في المجتمع ويضربوا بيك المثل السبب نجاح شخصية ناصر منظر يسببه بشنو خصوصا أنه يقدم تياس بالعمال الزين لا 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 نصر صناعة الدرامية حيث طورنا ونحن أصحاب تجارب أنا 25 سنة في المجال طبيعي لا عد مني نقرة شخصية ونخرصها ونخرص أبعادها نقدم نعود نقذها وانا مولي في الأصل ممثل المسرح لم نكن ممثل السينما ولا التلفزيون نحن لا نكيف الناس الذين 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 من المسرح بهالي الشخصية تتعامل معه وتتعامل مع جمهور تحس يكان ذا التعدلي زين عنده وبينما في المسرح السينما والتلفزيون لا عدلت أداء ولا عاد عاجبك تعلي المسرح لا تتعلي فيه المسرح الشخصية حية وتعاطي مع الجمهور مباشرة لذلك شخصية ناصر صاحب أنا الذي قدم تركيق تجارب 25 سنة نتكيف مع الشخصيات ونقدم نأديها محترق بالإضافة للمحيط الذي كان معي الكادر الفني كان عاون مجازين بالخير اشتغلوا معي على الشخصية قربواها لي أكثر واشتغلنا على أن نقدموا شخصية عدقان على المريتاني والحمد لله الذي كنت تكلمي عنه بالتأكيد وواقع معاش يصصوا على مستوى أطفال والناس بين ذلك والشوابين حقيقة الرسائل التي كنت تطور Jesús للمجتمع من خلال من خلال شخصية ناصر شخصياته وكاملة جيدة ناصر ألاكي فشخصيات كاملة الي في العمل كلها يحكي واقع شخصية موجودة في المجتمع عنده المعاناة اللي عند ناصر في المجتمع عنده المشاكل والتحديات اللي عند ناصر عنده هي في المجتمع ودور الفن ودراما أعلنوا يعكسوا الواقع ويقدمه بطريقة أخرى جميلة وممكن يتقبلها الناس ويتموكوا وقت خراصة وده هو اللي قالي نحن للباس شبازة خاصة عندما تقدموا مجال الدراما بالتحديد ندور دولي هون شي محدد طبعاً هو يرجع لياسم لسباب وقد تريد أن تجاوفني على السواري قد نقتين عرفه بجال خاصة الاشتغال وجود معاهد تقدم ممثلين محترفين اثنين وجود إرادة سياسية واضحة في دعم الدراما ما يقدم من دعم لا يمكن أن يعول عليه في تقديم مادة درامية محترفة اثنين أن يقوم القطاع الخاص والمستثمرون الخصوصيون ورجال الأعمال الخصوصيين بالاستثمار في هذا المجال ونحن نؤكد لهم أن استثمارهم في هذا المجال سينعكس عليهم بالإجاب وسيجدون أرباحاً طائلة من وراء هذه التجارب وأتمنى عليهم أن يقوموا بتجربة واحدة ويقوموا بعملية حساب الربح والخسارة السبب قلت استثمار في المجال شنو؟ آه هذاك صلى يسولوا على المجال المستثمرين عائد التجارة منفسهم ما عندنا ذلك عقلية نحن نستثمر فيه لان عائل الرئي ومسرق الله وشيك واليوم ما هو مات له المجال في الفضل ياسر أنا ظاهر لأنه من يتم التوجه للصناعات الثقافية بصبعام والصناع الدرامية على الموريتانيين ورجال الأعمال دوري جبرو أرباح طائلة الموثل الكبير بنا مميدة شكراً لك الضيف متميز معنا بهذه الفقرة من برنامج فضاءات مشاهدين الكرام إلى هنا تنتهي هذه الفقرة من برنامج فضاءات عودة إلى باقي الفقرات بات شهر رمضان المبارك مناسبة لانتعاش الدراما التليزيونية لكن رمضان الأخير كانت له نكهة خاصة حيث شهد تنافس عدة أعمال التفاصيل في العنصر التالي هذه الدراما كما قلت لك بالراضي من الأمور التي تكلمنا عنها أهلها وعدوا واثقون من أنفسهم وأنا متأكد على أنهم حيث يصلون عندما تكون الإرادة موجودة عند الشباب معناها على أنهم سيصلون مهما كانت الظروف مهما كانت الأمور خصوصا أننا في هذه الفترات الحمد لله الزمنية فيها نعمل الاحتضاء هذه المحاولات كلها وكل المحاولات بدأت على الأقل تخلق نوع من التراكم وعندما أقول نوع من التراكم يعني أش يعني على أن كل سنة سيكون المنتج أحسن من السنة التي قبلها لأنها من الأخطاء ومن يصحح معناها عندما أقوم بتجربة سأشاهدها بموضوعية سأصحح ما فيها من الأخطاء وسأجمل ما فيها من القبح وهكذا أنا متأكد على أن الشباب في السنتين الأخيرتين بدأوا الحمد لله تشاهد بعض الأعمال بأعلى المستوى سواء كانت التصوير سواء كانت في المونتاج سواء كانت في الديكور وحتى ما كانت الاشتراكة للمشاهد وهذا الدليل على أنهم يتطوروا على أنهم يستفيدوا مثلا جمل الدهر حتشاف يعرف عنه تقريبا على أنه استفاد أكثر من ما كانت تقدم به ورطة فرطة كانت تقدم به وجون الخشب ناحية الفنية وحتشاف أيضا العائلة يعرف عنه فيها أيضا تطور حتشاف برنامج مسلسل العصابة يعرف عنه يظن على أن نخلق فيه نوع من التطور شوي على المستوى الصورة على المستوى المشاهد وعلى المستوى حتى الأداء الممثلين يعني الممثلين كما هوت لكن الممثل عندما يمارس هوايته سنتين أو ثلاثة أو ربعة سيكون عنده هناك تراكم هذا التراكم قد يحدث نوع من التخصص نوع من الاحتراف لأنك عندما تمارسه هواية لابد أن تصل إلى الاحتراف فيها وتكون محترفة إلى هنا تكتمل عناصر برنامج فضاءات شكرا المتابعة وإلى اللقاء